ما تخافش على الاهلي طول ما الاهلي زعلان على التعادل وغيره بيحتفل لكن المشكلة انه حتى في الاحتفالات يا جماعة يبقى تمس حتى الحقيقة البسيطة فيتقال اصلا الاهلي دلوقتي مفووش استقرار بقى زي الزمالك زمان الاهلي بيغير مدربه في وسط الموسم لكن الزمالك عمده استقرار لما يتقال الكلام ده طبعا احنا نتمنى الاستقرار للجميع مؤكد لكن فيما يخص الاهلي في اخر خمس سنين يعني لو اعتبرنا انه من 2017 في الفرئتين بالمناسبة في الفرئتين الاهلي غير مدربه ثلاث مرات او خمس مرات المدير الفني وتلاث مدربين مؤقتين تولوا وانت السنة دي ما غيرتش في وسط الموسم انت بيتس موسمان الراجل الموسم خلص في كل الدنيا الموسم ممتد عندنا احنا هو اللي حاب يمشي احترامت رأيه احترامت رغبته وتم الانفصال بالشياكة واحترام هو نفسه اشاد بيه ريني فايلر قبل منه لزروف كورونا الراجل ما حابش يستحمل ومشي فمحدش يزايد مع الاهلي ولا يقاوح مع الاهلي في حتة الاستقرار لانه ما اعتقدش ابدا المقارنة هتكون لصالح حد تاني الاهلي من 2017 عنده خمس مدربين اساسيين وتلاثة مؤقتين الزمالك في نفس الفترة عنده تسع مدربين اساسيين وستة مؤقتين يعني خمستاشر مدرب للزمالك وتمانية للاهلي في نفس الفترة اللي هي من 2016 ل2017 لغاية النهاردة فدي برضو علشان محدش ياخد الناس في السكة السريعة اشتركوا في القناة